اشتركوا في القناة وكثير اشياء خطرها علينا كبير اعظم من هذا الخطر وما عرفنا الاحتراز عنها ولا انبعثنا لنحترز منها وكل معتدة مما ترك في مثل هذه الايام خوفا من هذا الفيروس كثير منه من امثال ترك العشرات في الحرام وترك الاجتماعات على الاختلاط والكلام الماجن الساقط والهابط وترك كذلك البيع لكثير من المسكرات والامور المحرمة وما إلى ذلك شان خطرها في عقيدة المؤمن وهو امر واقع ان لم يعتقده الكافر في رقابها واتمها مهمة الكورونا الكورونا يصيبك وتتعالج منه وغاية الامر تموت ولم يصيبك الكورونا ستموت قبل او بعد كثير من الحوادث الآن يظن ان الموت بسبب هذا الفيروس عند الفحص يطلع سبب ثاني ما هو هذا الذي قتله فهذا ما اصيب الكورونا ومات اذا الموت حاصل ان اصبت وان لم تصب هو يجين انقطعي اشبه بالشك عند الناس كما قال سيدنا عليم وما رأيت يجين اشبه بالشك من الموت فعاد الامر الى ان على المؤمنين رسالة في هذه الحوادث والاحوال كلها ما ذكرنا منها وعندنا ذكر ويتذكرون انهم كم تركوا الامور الآن من امور حتى مباحات في الشريعة وكانت محرمات يحرصون عليها وخطر الواحد منها عليهم في مستقبلهم آلما وشدة وحزنا وغما اعظم من واحد فيروز كورونا ومثله 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 اخطر واكبر جاءت انا حديث الاسراء والمعراج الذين تتثاقر وشهم عن الصلاة يرضو خدهم بحجارة منها وكل مرضو عدد كما كانت ينسبها الى مشكلة فيروز كورونا عندك اولاد كبروا تتثاقر وشهم عن الصلاة ويخرون الصلاة عن وقاتها ولا يصلون ولا احترزت من هذا ومثله مرضو الكورونا احترزت من ذاك وحتى رجعت تقوم أولادك هتصلي من أجل يدفع فيروز الكيرونا ولا تعرف قدر الرب الذي جعل إثم المتهاون بالصلاة هذا الذي شهده زين رجود الصادق في رضخ هذا الراس وهذا تصور رأس يرضخ بحجارة منها ويرجع ويرضخ مثل كم كورونا هذا يتمر موتة واحدة لكن هذا ما من ألم وما من موته بعد موته ما هم يجيب الاحتراز منه ونعمل احترازاتنا ننتبه لأنفسنا ومروء أولادكم بصرهم سبع وضربوهم على تركهم أبناء عشر لا غير ذلك ولا احتراز عندنا كثير مئات من أسر المسلمين ولا احتراز من هذا هو بنفسه وعد الأولاد وهو واخر فيجيب نراجع فهذا من رسالة الكوارث هذه الحوادث راجع حساباتك وانظر حقائق الأخطار وكبير الأخطار وكيف يكون الاحتراز وكيف يكون الوقاية واعلم أن أمراض القلوب أشد من أمراض الإجساد وأن عذاب الآخر أشد من عذاب الدنيا رضي الله عن ماشطة بنات فرعون عندما آخر أولد من أولادها كان الطفل يرضى لما رضوا قامت قاعست من رحمتها على الطفل فكذرع من تجيب ما أثبتي فإنك على الحق وإن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخر يضعك في الزيت الذي حمى فرعون لكن وراكي نعيم ومأبت هذه الموازين والمشاعر هذه يجب ترجع علينا